اتكلم على على 2012 لا كان رئيس ولا فيه ترشيح ولا غيره كان رجل الاعمال في ذلك الوقت كتب تويت على اتهام لإدارة أوباما انها هي اللي مولت ما جاره في العالم العربي اللي اطلقوا عليه كده الاسم مجازي الربيع العربي وانهم دعموا جماعة الاخوان مليار و300 مليون دولار للاخوان رئيس ترامب في ذلك الوقت قدامك هو في 14 فبراير 2012 رئيس ترامب كان رجل اعمال ما كانش رئيس ولا كان فيه كلام انه جاي انتخابات شايف الموضوع ده من بادري تمويل ميزانية الربيع العرب 800 مليار دولار تمول ميزانية الربيع العرب باراك أوباما هو اللي مسؤول عن ده وجماعة الاخوان في مصر مليار و300 مليار دولار مليار و300 مليون كمساعدة عسكرية هو يحب الاسلام الراديكالي بتكلم على اوباما اللي هو بيدعم الجماعات الارهابية يعني تكلم عليه من بادري رئيس ترامب وهو في ذلك الوقت لا ما فيش اي كلام على انتخابات جاية وقال انه هيخذ انتخابات ولكن شوفوا كتب امتى الكلام ده 2012 وتورق ادارة اوباما في دعم جماعة الاخوان الارهابية حتى بالفلوس حتى بالمال اللي موجود النهاردة رئيس الولايات المتحدة الامريكية اللي بيخطط ما تاني الخطة لم تنتهي ولم تتوقف ولازم نبقى صحيين ليل ونهار احنا بنتكلم على نتكلم على مين اللي مين اللي اشتغل ومين اللي دعم الاخوان ومين بيدعم الاخوان لحد النهاردة ومين بيساند الاخوان لحد النهاردة والاخوان عدوم طموحات ان جو بايدن ييجي يحكم بالمناسبة يعني يعني عندهم طموحات ودفع ودعم قطري دعم قطري غير مسبوق بالمال لجو بايدن انه عارفين الديمقراطيين يعني علاقتهم بتبقى صعبة بمصر وبالسعودية كده بشكل واضح يعني ما بيحبهمش يعني ما بيحبناش ولكن الدول يعني الدول المستقرة زينا مصر بتتعمل مع اي رئيس اشتركوا في القناة